الله لا يعبث لا يعمل أعمال اعتباطية الله حكيم والحكمة من الإحكام ولازمها وضع الشيء في موضعه هذا الإنسان الذي تجعله هاديا للناس والله سبحانه وتعالى قادر على أن يصطفيه وقادر على أن ينزهه وقادر على أن يعصمه وقادر على أن يفضله على غيره إذا لم يعمل ذلك يختار إنسان جاهل غير معصوم يرتكب المعاصي مثلا ليس مديرا ليس مدبرا هو يحتاج إلى هداية وهو غير مهتدي يجعله إماما للناس هذا خلاف الحكمة الإنسان العادي لا يفعل ذلك إنسان عادي عنده محل دكان يريد يجعل واحد في هذا المحل صانع عامل في هذا المحل مرة لا يقدر مضطار يجيب لأي واحد مرة لا لا يكلفه شيئا أكو عامل صانع ثقة خلوق يتمكن من أن يدير المحل أحسن إدارة والراتب اللي يعطى له يساوي ذلك الشخص الذي هو غير ثقة سيء الأخلاق يخرب المحل لا يتمكن من إدارته يشرد المشترية ويسرق من المحل هذا صاحب المحل يختار الشخص الأول هذا أمر عقلاي أصلا طبيعي وإذا اختار الشخص الثاني وهو قادر على أن يختار الشخص الأول وهو عالم بأن هذا الشخص الثاني ليس أهلا وهذا عمل خلاف الحكمة ويلام على ذلك جن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين الله سبحانه وتعالى أعلم العالمين وأقدر القادرين يتمكن من أن يصطفي أن يعصم أن يعلم أن يجعل فيه صفات الكمال ويختاره للإمام لماذا لا يفعل ذلك جن الله يتمكن من أن يعلم هذا الإنسان يعلمه يقول ليش يختار جاهل أو لا يعلمه خلاف الحكمة لذا الإمام الصادق يقول أي إمام لا يعلم ما يصيبه الظاهر أن المراد من ما يصيبه من عافية أو بلاء إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول الإصابة أعن من الخير والشر لا يعلم ما يصيبه يعني الله لم يعلمه وإلى ما يصير كأن المراد إلى ما يصير يعني لا يعلم عاقبته ووفاته في أي وقت ستكون يعني جاهل في هذا المقدار فليس ذلك بحجة لله على خلقه هذا مو هو الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى وجعله حجة على خلقه اشتركوا في القناة